من جديد مكامل معاك أمحمد والمراضي بقى من داخل أوتوبيس الأبطال أبطال أفريقيا للقرى الطائرة أبطال النادي الأهلي ومعاي يعني لعب لسه زي ما بلوني يعني سنة أولى أهلي كابتن محمد عبد المحسن ألف أبروك البطولة الأولى ليك مع النادي الأهلي جمهور الأهلي يعني تعاف طمع مش هكتفق البطولة الأولى لكن محتاجين كمان مزيد بطولة تقول لي بقى إحساسك في أول بطولة وكلمنا على البطولة فنيا والدعم اللي يتقبل البطولة لا والله يا الله بارك في حراك ومفروك طبعا للجمهور ومجلس الإدارة طبعا المجلس الإدارة تعم معنا كتير السنة دي ووفرنا كل الإمكانيات عشان نكسب بطولات وطبعا ببرك للجمهور الدعم الأول لنا والحمد لله بطولة كانت صعبة جدا بعد يخفق النادي الأهلي مش متعود عليه طبعا ولا جاميري الأهلي متعود عليه اللي هو بطولتين محليين دوره وكاس الحمد لله قبل ما نسافر التوليس قبل ما نشارك في أفريقيا كنا معادينا نفسينا إن شاء الله مش رجع مصر بالبطولة والحمد لله ربنا قرمنا حقنا بالبطولة الحمد لله محمد يعني خسرت دوره وكاس مش بسيطة على فرقة النادي الأهلي خاصة أنك وابطال مصر على طول الأعدة بتاعة كابت الخطيب قبل السفر كان تأثيرها لكو إيه لا طبعا أنا لسه جايس سنة فارج من النادي الزمالك طبعا النادي الأهلي طبعا مختلف تماما إنك تخسر بطولة في النادي الأهلي دي كارسة فالموضوع كان صعب علينا جدا احنا مخسرناش ببطولة بس خسرنا بطولتين ولكن احنا كابتون خطيب قاعد معنا طبعا في فطر جماعي قبل السفر بيوم وحفزنا تحفز كواس جدا وقالنا ووثق فينا إن احنا إن شاء الله نرجع من طول ببطولة والحمد لله كنا قد السكة ورجعنا ببطولة الحمد لله الدعم من جمهور النادي الأهلي اكيد كان وصلكم أنت فتونس وقالوا في الوصول التواصل الإجتماعي أو كمانantlyرساه كابتوز على لايبة كنت شايفيني ده ازاي؟ ده ازاي، ازاي? طبعا الجمهور النادي الأهلي طبعا جمهور كبير جدا وجمهور عظيم ناس محترمة جدا وده هو ده الدعم الأول لهلنادي الأهلي عملا في كل الألعاب طبعا ده طبعا أنا شgaspق شرف لابلاء في النادي الأهلي طبعا كون بيشجعني طبعا جمهور النادي الأهلي طبعاً هنا كنا في تونس هناك طبعاً كان بيوصل لنا مشاعر الجمهور إنهما نفسهم يفرحوا بالبطولة دي بالذات لأنه طبعاً البطولة القرية بتبقى أهم طبعاً من أي بطولات فالحمد لله يعني درنا نسعد الجمهور ونحق البطولة الحمد لله يعني البطولة يعني المباراة النهائية بالذات مع الترجي الترجي حامل لقب إنك خسرت البطولة العام الماضي مع الزمالك في النهاية أمام الترجي أعتقد كان نفس الفرقة لذلك ده قوام الأساسي منتخب تونس المباراة فلنياً وأنكم تقدروا التحقق والبطولة على الترجي جوا تونس لا والله وندي الأهلي طبعاً كعبه عالي قوي على فرقة تونس يعني الحمد لله إحنا درسنا فرقة كواس جداً إحنا عارفين معظم اللعيبة في الترجي لأن معظمها لقبت منتخب وإحنا وإحنا في المنتخب طبعاً عارفين اللعيبة عارفين بيدربوا فيهين عارفين إيه نقطة ضعفهم ونقطة كوتهم الحمد لله كابتن بيدو السابعة لكواس جداً في المحاضرة قبل المباراة ودرسنا الفريق كواس جداً وقدرنا الحمد لله أن نكسبهم كان ممكن المواطن شخص ده سفر ولكن إحنا ممكن يكون بس إيه استعجلنا على المكسب وتصرعنا لكن الحمد لله ربنا كان عايز يحل المكسب يعني يحل المكسب ويحل البطولة وتعمل بطولة فالحمد لله ربنا كان من في الأكبر بطولة الحمد لله محمد دي أول بطولة لكن الجمهور دايماً عايز بطولات بطولة السوبر اللي جاية بنظامها الجديد ودورة مجمعة سلاسية تقولي الجمهور دي أهي بتوعدهم بي في البطولة لا لا بإذن الله طبعاً الجمهور طبعاً استحملنا كتير الموسم دوت أهنا آزعناهم طبعاً وسبب خسارة البطولتين محليتين طبعاً للجمهور النادي القليل مش متعود أن يخسر دوري أو يخسر كاس في نفس السنة ولكن الحمد لله اختمام مسكة زي ما بيقولوا كده حقنا لهم بطولة قرية كبيرة جداً بطولة أفريقيا وإن شاء الله بإذن الله إحنا من ياباتها عن زمالي أنا بوعدهم إнизاء الله بطولة السوبر إن شاء الله بإذن الله والسنة الجاة إن شاء الله بإذن الله بالربعية بإذن الله تعالى بإذن الله شكراً looking at me محمد أيني يمكن مكمل